تحياتي في حلقة النهاردة هكلمكم عن قصة مقتل السيدة عائشة زوجة الرسول وحقيقة كراهيتها لعثمان بن عفان وهكلمكم برضو عن حادثة الإفك هديكم في الأول نبزة عن حياتها مختصرة سيدة عائشة هي زوجة الرسول وابنة أبو بكر الصديق أول خلفاء الرشدين ولدت السيدة عائشة 19 قبل الهجرة الموافق 604 ميلادية وتوفيت 58 هجرية الموافق 678 ميلادية وتحتبر السيدة عائشة ثالث زوجة الرسول وأحد أمهات المؤمنين ولم يتزوج النبي إمرأة بكر غيرها ولقد تزوجها النبي بعد غزوة بدر وحسب صحيح البخاري تم أخذها وهي كانت تلعب بعروستها على إرجوحتها فسلموها للنبي للزواج بها اتهمت السيدة عائشة في حادثة الإفك حيث اتهم الناس كلا من السيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق والصحابي صفوان بن المعطل بارتكاب الفاحشة معا إلى أن برأها الوحي بآيات قرآنية نزلت في تلك الحادثة حسب معتقد أهل السنة والجماعة بشكل خاص لأن الشيعة يقولون عكس ذلك حيث تختلف نظرة أكبر طائفتين إسلاميتين حول السيدة عائشة اختلافا كبيرا فبينما يقول لها ويحترمها أهل السنة إلا أن الشيعة الإسنة عشرية ينتقدوها انتقادا كبيرا يصل إلى حد لعنها وسبها والتبرق منها ومن أفعالها ويتهم أنها بعداء أهل البيت وأنها هي من قامت بقتل النبي بالسم لكرهيتها الشديدة له حيث يقول البعض أن سبب هذه الكراهية يعود إلى زواجه منها وهي طفلة صغيرة بنت ست سنوات فقط ودخل عليها وهي في التساعة من عمرها مما سبب لها الكثير من المشاكل النفسية حسب بعض المعارضين لهذه الزيجة الظالمة الغير متكافئة والتي حرمت السيدة عائشة من طفولتها وبراءتها وهذا التباين الواضح في النظرة بين الطرفين كان سببا رئيسيا في توسيع الهوة أو شدة الخلاف بين السنة والشيعة حتى وصل الأمر لدرجة تكفير بعضهما لبعض أما بالنسبة لكرهية السيدة عائشة العثمان بن عفان فحسب كثير من المصادر التاريخية فإن العلاقة بينهما كانت مضطربة جدا وتاريخيا هناك قولان يشبان تلك العلاقة الملتبسة المضطربة القول الأول يقول أن أول من حرد الناس على قتل عثمان بن عفان هو السيدة عائشة زوجة الرسول وأصدرت فتوى بقتله فقالت اقتلوه فلقد كفر وكانت عائشة وحفصة تقولان عن عثمان إن رسول الله سماك نعسلا تشبيها بنعسل اليهودي ونعسل اليهودي هذا هو شيخ يهودي أحمق كان يشبه كثيرا عثمان بن عفان في الشكل والكلام ده نجده في كثير من المصادر منها كتاب الصراط المستقيم لعلي ابن يونس العملي وفلسان العرب وتم ذكره أيضا في النهاية لابن الأسير وفتاج العروس للزبيدي وشرح النهج للمعتزلي وتاريخ الطبري وغيرهم من المصادر بالطبع يعني أنا بديكم بعض بس المصادر اللي ممكن ترجعوا لليها وترجع كرهية السيدة عائشة العثمان بن عفان لسبابين رئيسيين السبب الأول قطعوا عنها امتيازاتها المالية ومنسواتها بباقي نساء الرسول أما السبب الثاني هو حرقه للمصاحف مع الإبطاع على مصحف واحد فقط وقالت عائشة في ذلك إنه حرف في كتاب الله وضع منه الكثير وهي من سندت الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود عندما رفض تسليم مصحفه لعثمان بن عفان وقال عن حرقه للقرآن إنه بدعة وإن كل بدعة في النار مما أدى بالطبع إلى التنكيل به في وسط المسجد حيث قام عثمان بن عفان بدربه وشتمه في المسجد حتى تكسرت دلوعه وألقاه بعدها خارجا مما أغضب السيدة عائشة عليه فقالت له أهكذا تفعل بصاحب رسول الله وأهكذا تحدثه والطبع كل هذا التنكيل والتعنيف كان بسبب رفض الصحابي عبدالله بن مسعود تسليم مصحفه لعثمان الحرقه ولرفضه أيضا لفكرة حرق المصاحف نفسه حيث وجد في عبدالله بن مسعود في فعلاته هذه بدعة ولا يوجد مثلها في كتاب الله لأن أول من أحرق المصاحف كان عثمان بن عفان ولا يوجد في كتاب الله ما يدل على إمكانية حدوث هذا لأن كثير كفر عثمان بن عفان وكان من ضمن أسباب ما قتله طبعا هجوم الكاثرين عليه بسبب حرقه للمصاحف وعلى رأسهم طبعا السيدة عائشة والصحابي عبدالله بن مسعود لكن برضو يوجد فريق آخر يبرق السيدة عائشة من دم عثمان بن عفان ويستدل على ذلك بقوله أنه بالرغم من الخلاف الشديد الذي كان بينهما إلا أنها كانت ممن يطالبون بالقصص من قتلة عثمان ومن المفارقات العجيبة في موقفها هذا المطالب من القصص من قتلة عثمان أن أخيها نفسه كان من ضمن هؤلاء الذين قاموا بقتل عثمان بن عفان هو فعلا تاريخ غريب جدا وأحداث متضاربة فعلا شيء غريب فعلا فيه كثير من التناقضات فكيف كانت السيدة عائشة تطالب بالقصص من قتلة عثمان بن عفان وفي نفس الوقت أخوها محمد بن أبي بكر الصديق شارك في قتل عثمان يعني فعلا شيء غريب يعني لو أي حد يقدر يشرح هذه النقطة أنا طبعا سعيد أن أفهمها أما بالنسبة لموت السيدة عائشة فهناك أكثر من قول حيث يقول الشيعة أنه عندما أراد معاوي ابن أبي سفيان أخذ البيع لإبنه يزيد رفضت السيدة عائشة فعله هذا واستنكرته وقالت له في من تقتدي بفعلتك هذه أتستدعي الشيوخ من أجل البيع لإبنك لأن دي حاجة ما حصلتش قبل كده فطبعا رفضت واستنكرت هذا الأمر فده جعل معاوي ابن أبي سفيان يهجل من كلامها هذا فقام بعمل حفرة لها فوقعت فيها هي وحمارها ودفنها وهي حية الكلام ده نجده في كتاب الصورات المستقيم ورويت الأعمش وكتاب جواهر التاريخ للشيخ علي الكوراني وغيرهم بالطبع من المصادر أنا أريدكم بعض المصادر وأنت ممكن ترجعوا إليها ده قول وفي رواية أخرى تقول أن أم المؤمن عائشة ذهبت على بغلتها للشام لمطالبة معاوية بإرسها من الرسول ولقد علم معاوية بقدومها فحفر حفرة لها فوقعت فيها هي والحمار فماتت فدفنها معاوية مع حمارها فقال الشاعر ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار يعني هذه الرواية نجدها في كتاب الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاقوس طبعا الروايتان اتفقت على أنها ماتت بعد وقوعها في حفرة من تدبير معاوية ابن أب سفيان الذي كان لا يطيقها يعني تاريخيا كان هو لا يطيق السيدة عائشة كانت العلاقة بينهم مضطربة جدا ده بالنسبة للشيعة أما بالنسبة لمذهب أهل السنة فهم يقولون أنها توفيت وفاة طبيعية ولم تقتل على يد معاوية وطبعا الله أعلم يعني أنا بجيب لكم كل المصادر وإنتم ممكن ترجعوا وتتأكدوا بنفسكم هي دي كانت قصة حياة السيدة عائشة من الميلاد حتى المقتلها أحب طبعا أسمع أراءكم وأعرف أنت مع أي فريق من الفريقين هل أنت مع الفريق يعني يدين السيدة عائشة في مقتل عثمان أم أنت مع الفريق الذي يبرقها من دم عثمان بن عفان وما رأيك في الخلاف السن الشيعي في شخصية السيدة عائشة زوجة الرسول لأنه خلاف يعني مش بسيط ده خلاف كبير جدا يعني في من يمجدها وفي من يلعنها ويصفها بصفات شنيعة أنت مع أي فريق منهم وأتمنى طبعا تحطي لي التعليقات بتاعتك وأدلتك على اللي أنت بتأكد على سواء أنها بريئة أو غير بريئة أتمنى أشوف تعليقاتكم في هذا الصدد ودي كانت حلقة النهاردة أتمنى أنها تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطبع مساءكم اشتركوا في القناة